اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفة في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش سلام كابتن محمد السلام ازايك الله يخليك الحمد لله تمام الحمد لله أولاً ألف مبروك طبعاً فوز النادي الأهلي بالدوري رقم 43 مبروك ليك وولية والجميع الأهلوية والمجلس الإدارة والجمهور واللعيبة وكل ما انتمئ للنادي الأهلي إنجازات عملة تتحقق خلال فترة قليلة زي ما انت قلت الخمسة خمس بطولات خمس بطولات سنة استثنائية وتاريخية فعلاً للنادي الأهلي وعايز أقول يعني احنا بنفخر فعلاً وأنا بفخر أن أنا بنتمي للنادي الأهلي كونت لعيب في النادي وحالياً دلوقتي من الجمهور وبعدين عضو جمعية عمومية قديم في النادي الأهلي لما شوف كمان الإنجازات دي مش هتكلم كمان بقى على بطولات فرقة الكرة اللي هي وجهة النادي لأنا هتكلم على إنجازات مجلس الإدارة خلال فترة اللي فاتت اللي هي عدة البرنامج الانتخابي احنا في حاجات ما كانتش متقالة في البرنامج الانتخابي اتفاجئنا بيها من يعني حد كان قال هنعمل مصيف للنادي الأهلي في مارينة في أحسن حتة في الساحل حاجة يعني جميلة أنا شخصي روحت يعني من الأسبوع اللي فات كنت هناك يعني بعد اللي افتتاح بحاجة بسيطة يعني حاجة جميلة جدا الناس اللي مثلا ما بتقدرش مثلا تروح مارينة تروح حتة بتغير حتى لو قعدة في حتة تانية راحها مصيف حاجة جميلة شعار النادي الأهلي موجود بلاش كبير مصغير خدمات على أعلى مستوى دي إضافة حاجة انت مجلس إدارة بيسعد ان هو ازاي يسعد الجميع العمومية هنتكلم على الفروع الفروع الكتير اللي معمولة دلوتي أربع فروع على أعلى مستوى أخيرها طبعا التجمع الخامس اللي حضرنا كلنا حاجة جميلة جدا جدا كمان بتريح جمهور النادي الأهلي يعني الناس بتوع التجمع اللي كانوا بيروحوا الجزيرة أو مدينة نصر لأ دلوقتي عندهم وعندهم حاجة محترمة وحاجة جميلة كل الحاجات المعمولة دي انجازات طبعا البطولات الأخرى غير كرة القدم انت في كل البطولات بتتفرج على فريق النادي الأهلي وعلى تشيرت النادي الأهلي سواء ان التشيرت ده بيلعب طايرة ولا هندبول ولا سلة ولا ألعاب فردية ولا تنس طولة ولا حاجات دي كلها انت قاد فرحان ان انت مكاسب مكاسب وانتصارات وبتوصل يعني بصراحة الواحد مبسوط وفرحان انه كمان يعني ساهم واندى صوته لمجلس الإدارة دي في الانتخابات اللي فاتت عشان يحقق الكلام اللي أكتر من طموحاتنا ولسه ان شاء الله بإذن الله المزيد يعني فألف مبروك للنادي ومنحق الناس كلها تفرح آه الدور لسه ما انتهاش بس احنا رسمي أبطال الدور الثلاثة واربعين الناس كلها تفرح وتبعد عن بقى طبعا الحاجات شافك في الانترو بتتكلم على الناس التانية اللي بتتكلم وبتحاول تخش في موضوع تانية انت شاغل نفسك بيا لإيه انت شاغل نفسك بيا لإيه بما تشوف انت التعقدات اللي انت هتعملها أو مش هتعملها انت ملك بالتعقدات بتاعتي خليك انت في نفسك سيب كل واحد يعمل التعقدات اللي هو لو انت قادر اعمل زي وتعلم زي ما انت قلت تعالى اتعلم مني تعال اشوف مش عيب ان انا اتعلم من اسلام حاجة اخد منه حاجة واخد من فلان فلاني حاجة تانية اتعلمها وبقى كويس ده لا وانا عايزة بقى كويس انما انت وصلت نفسك يعني لما نيجي نتكلم هاجل الكلام ده الغد ما نتكلم بقى على مدش الاهل وزمالك يعني السؤال اللي جاي لا لسه الخمس بطولات اللي خدهم النادي الاهلي هذا المسم اعتقد الجهاز الفني مع مساندة ادارة الكورة ومجلس الادارة كان لهم دور كبير في هذا الامر اولا بداية من برضو القرار بتاع مجلس الادارة اللي هو اللعب بالناشئين السنة اللي فاتت لان النادي الاهلي لا ان هو مش قادر يدي فرصة للعيبة بتاعته المجهدة والمنهكة خلال تلاحق المباريات انه قادر يعمل حاجة فالحل اللي وصل ليه وكان حل سليم وفوقته ان انت بتدي راحة للعيبة بتلعب بالناشئين عشان توصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي الخمس مطلط ان انت راحة للعيبة وبقى دقت فترة اعدادة على اساس كمان اختيار الجهاز الفني واختيار كولر وايه سير المدرسة السويسرية معنا يعني ماشى معنا كيميا ماشى معنا بايلر ونجاح مع النادي الاهلي في الفترة اللي كان متولي فيها لو لا الكورونا والعصر بعد كده هو كولر فاعتقد ان المدرسة السويسرية لها اسلوب معين بيبقى ماشى معنا اهم المميزاتها انها بتستحمل الضغوط اوكي يعني فيلر وكولر هتلاقي نفس الوضع تبهوش للضغط من اي اتجاه لسوشيال ميديا ولا حاجة هو عارف هو بيعمل ايه وماشى في طريق معين بغض النظر عن اي حاجة حواليه ودي ماشى كويس اولى ان النادي الاهلي او اي حد بيمسك النادي الاهلي بيبقى عليه ضغوطات كبيرة جدا جدا لان النادي الاهلي مش اي نادي نادي الاهلي عايز يخش في دورة رمضان عايز يكسبها عايز يخش في اي حاجة لازم يكسبها فمن هنا بتبقى الضغوط على المدرب او الجهاز الفرقة لو تعادلت في مباراة الجماهير بتبقى زعلانة ومستائح احنا لازم نكسب وخلي بالك هو دلوقتي كمان عمالي يعلي سقف الطموحات بتاعتنا احنا مش هتنازل على اقل احنا ماشيين للأكتر فهم المدرسة السويسرية مدرسة الهدوء حتى الراجل حتى في تصرحاته يعني في بعض المؤتمرات اللي بعد المباراة حتى لو جالوا سؤال استفزازي من بعض الناس بتلاقيها هادي جدا جدا ومبتسم شوفنوش اتعصب ولا تنرفز وقفته على الخط برضو هادية جدا جدا ماشي بخطة معينة في الاول اول ما جيه وبدأ كانت الورقة وكانت كذا واللعيبة والتغييرات الاسلام اللي كان بيعملها كتير جدا الناس تقول ايه عايزين بقى نسبت تشكيل هو كل ماتش نلاقي حتى هو الراجل كان عايز يحط ييده على اللعيبة كلها عايز يشوف الفلان فلاني ويشوف الفلان فلاني ده كمان مش في مركزه بس فاكتر من مركز لانه عارف ان فيه مباراة كتيرة وعارف ان فيه بطولات كتيرة وفيه عارف ان حاجات كتيرة فهو الحقيقة كان ماشي بخطة سابتة وشايفين هو اداءه ده مجاش من فراغ لانه طور مستوى اللعيبة على المستوى الفردي الاداء الفردي اللي خدم بعد كده الاداء الجماعي تجرب اكتر من تكتيك لعب بيه لغاية ما وصل للشكل الاساسي بعد ما اللعبة حفظت هو عايز يعمل ايه وصلت لمرحلة الحقيقة يعني انت تبقى عادي مبسوط ان انت بتكسب وفي نفس الوقت الاداء والسرعة في الاداء رتم النادي الاهل خلال الفترة بتاع كولر ابتدى الرتم يعلى شوية السرعة تبقى زيادة شوية غير الاول التحضير اللي كان بطيء او غير قبليه كان فيه فترات النادي الاهل كان بيلعب بكرة طويلة لا الراجل بيلعب بخطة متوازنة وبيلعب بتكتيك قدر يوصل لانسب حاجة تناسب كمان اللعيبة اللي عندك لان برضو المدرب الكويس مش اللي هو يلعب بالطريقة اللي هو عايزها وخلاص لا الطريقة اللي تناسب معه طبعا اللعيب ومع السكواد اللي موجود فيه فطبعا يعني ما شاء الله احنا ماشيين من انتصارات لانتصارات وان شاء الله كمان من خلال البطولات الاسلام كمان احنا بنحقق ارقام كمان ارقام موجودة فيه بالنسبة للعيبة وبالنسبة للكلينشيت وبالنسبة للعدم الهزيمة كل هذي كمان حاجاتها تحسب له يعني مزبوط اعتقد ان كولر عمل شغل جيدة كابتن معه من الناحية التكتيكية الفنية زي ما بقولك هو طور اداء فنيا يعني خطة طريقة اللعب يعني مرة اللي ابن لعب 4-2 مرة اللي ابن لعب 4-3 مرة اللي ابن تلعب زي ما بقولك على حسب هو الراجل بيلعب بالطريقة اللي تتناسب مع اللعيبة ممكن نكون عندي حجم اللي صبا حجم مثلا فيه مثلا لعيبة معينة مفاتيح لعب عنده مثلا فيها اصابات معينة فما تنسبش الطريقة دي ما لعبش يعني فيه ماتشات بنبص اللي بيلعب بلاي ميكر واخد بالك فيه ماتشات تانية لا بيقفل بالتلاتة 4-3-3 وديه الغالب اللي هو بيلعبها فهو بيلعب على حسب هو عايز ايه من المباراة وعلى حسب اللعيبة اللي موجودة معاه في الملعب اللي موجود وايه اللي عاديم برا كذلك برضو شفنا حصل تطور كبير قوي اسلام في موضوع التغييرات يعني الفترات الاخرانية التغييرات اللي بيعملها من برا بتنزل بتغير الملعب بتغير الفرقة بتدي تحسن مثلا في النحية الهجومية لو فيها بس نقص عددي شوية بتلاقي نازل لعيبة وغير تغييرات ممكن تقول الراجل ده غير ايه ده شل مش عارف فلان فلان وحطي كألا هو الراجل يعني الحمد لله وراجل بتاع الأحمال اللي معاه كمان ممتاز بتغيير لو دور كبير كبير جدا جدا احنا شفنا وكنا بنشتكي فاكر من سنتين ولا حاجة موضوع الاصابات الكتيرة جدا لدرجة ان احنا قلنا طب ملعب التدريب في حاجة طب اصل كذا يعني كان فيه اقويل بتغيير الفترة دي احنا شايفين الحمد لله يعني ربنا يسهل يعني واستر موضوع الاصابات ده قل قل كتير جدا جدا كذلك برضو الناس اللي بتتصاب برضو فيه سرعة في انها ترجع تاني الملعب كان برضو العب اللي بتصاب قبل كده بيقعد فترة طويلة فدي برضو تتناسب معه زي بقولك ان انت محتاج كل المقايدين عندك صحيح اذا خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لنادي الزمالك ونرجع بقى نسأل السؤال اللي عايزه كابتن عجيش ماتش الزمالك اخبره ايه بعد هذا التقرير اهلا وسهلا بحضراتكم مر اخرى عزائي المشاهدين مباراة مهمة مباراة الكل ينتظرها مهما كانت النتائج او مهما كان الاهلي كسب او الزمالك يعني لن يتغير ترتيبه ولكن يظل في الاخر هذه المباراة دربي القاهرة والله اه احنا كنا بنقول على المباراة دي او بنقول دايما عليها دربي والمباراة في حد ذاتها بطولة بس لما كان المنافس منافس انما انت دلوقتي بتتكلم على انت ما عندكش منافس هنا يعني شوف ترتيبك في بطولة الدورة عاملة ازاي شوف فرق النقاط عاملة ازاي شوف النتائج بتاعتك شوف عدم الهزائم خلال البطولة كلها شوف انت دلوقتي بطل افريقيا وبطل الدور المحلي وبطل الكاس وبطل السوبر وبطل وبطل والباقي ما فيش حد يعني بعيد فما بقتش فيه المنافسة اللي تقدر تقول عليها دمتش بطولة يعني بطولة في حد ذاتها لا مش طولة في حد ذاتها انا هنزل ان شاء الله المباراة دي انا متخيل انه كولر لازم يقول للناس انزل استمتع انت معلكش ضغط اه تنزل تستمتع عشان تكسب وتكسب كويس انما انت معندكش ضغط الطرف التاني هو اللي عنده ضغط لان الطرف التاني ما قابل دلوقتي بطل القارة وبطل مصر في كل حاجة فلازم بقى هو اللي الان هو اللي لازم بيبقى الان انما انت معلكش ضغط انا استمتع وانا حالتي كويسة بدنيا وفنيا ومستوى عالي واخر مباراة الاداء حل وقوي واللعبة مكتملة فانت نازل اه تحتفل تحتفل انك بطل الابطال جوه وبرا تستمتع وتلعب كورة النتيجة دي ما تفرقش يعني تجد من عند ربنا مع انت ايامة تلعب مباراة ومفيش توفيق انما استمتع وخليها مباراة للمتعة انا انا ده رأيي قد النظر عن التفاصيل لو عايزة هتكلم على التفاصيل احنا تكلم عن التفاصيل وانا برضو أخيالي في حضرتك هذا الرأي ولكن خليني الاول وحرجع اتكلم مع حضرتك في هذا الامر ولكن خلينا الاول بس الرابطة نزلت دلوقتي بيان فيما يخص تسليم درع الدوري العام الحقيقة قررت ده بيان رابطة الاندية المحترفة والاهل يتفقان على تسليم الدرع عقب مباراة الحرس قرر رابطة الاندية المحترفة تسليم درع الدوري الى فريق النادي الاهلي الحائز على البطولة وذلك عقب احداث مباراته مع حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الاحد 19-7 20-23 بستاد القاهرة الدولي جاء هذا القرار في دوء الاتصالات التي اجراها النائب احمد دياب رئيس الربطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للتنصيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع واثر الكابتن محمود الخطيب الاستناد الى رؤية الجهاز الفني اولا في هذا الشأن والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار اليه في الختام نتتمنى رابطة الاندية المصرية المحترفة التوفيق للجميع مرة تانية ده بيان صادر من رابطة الاندية المحترفة وواضح ان نص البيان يعني واضح في عنوانه ان الرابطة والاهلي بيتطفقان على تسليم درع عقب مبارات الحرس وطبعا ده بعد مكالمة ما بين النائب احمد دياب مع الكابتن محمود الخطيب وكانت المكالمة دي للتنصيق وكابتن خطيب اثر الاستناد الى او يعني حب الاستناد الى رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشهر اليه اذا اختار الجهاز الفني للنادي الاهلي ان يكون استلام الدرع يوم الاحد القادم تمام طالما هناك اتفاق ما بين النادي الاهلي وما بين رابطة الاندية من خلال طلب من الجهاز الفني اعتقد اذا الامور منتهية واحنا كجمهور في النهاية حنعمل ايه حنقف اي حاجة وحنحتفل ان شاء الله يعني احنا طبعا حنحتفل احنا احنا بنحتفل قريدي ولكن ان شاء الله يوم الحد القادم اللي احتفال يبقى احسن حاجة في التانية ان شاء الله هو طبعا احنا بنسخ طبعا في مجلس الادارة كابتن خطيب فطالما حصل اتفاق على هذا الموعد ما حدش هيدر طبعا يتكلم هو دي لها رؤية طبعا عند الكابتن خطيب ممكن عشان ما اتأثرش على مثلا المباراة القادمة ان يبقى في احتفالات برضو نوع من الانواع التركيز في المباراة ممكن وارد احنا طبعا ما بنقولش هو ده الاستناد يعني شاف ان بعد ما المباراة كلها تخلص بس انا بقول هل الوضع الطبيعي انه كان يبقى في المباراة الجاية ولا الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي ان يكون هناك اتفاق اه بس وطالما تم الاتفاق خلاص خلاص كان ممكن الاتفاق على يوم الخميس اه يبقى لك لا الاتفاق يوم الحد خلاص يبقى يوم الحد او يعني يوم تسعة تاشر سبعة انا مش عالف تسعة تشر ده بزاب هيطلع يوم تسعة تشر سبعة ده شباب شوفوا قولولي هو المهم ان النادي الاهلي يوم اربعة مش الحد انا اسف النادي الاهلي هو اللي بيتفق يستلم بكرة ولا بعد ولا بعد ولا بعد خلاص الموضوع انتهى وحتة الاستلام خلاص والاستلام الدرعة في حد ذاته ده رمز بس يعني ده رمز انما البطولة خلاص انتهت والناس فرحت يعني طيب نرجع ثاني لمباراة الأهل والزمالك أولا أعرف رأيك برضو قبل أن نروح للنواحي الفنية كابتن حشيش في إسناد هذه المباراة لتقم تحكيم مصري طبعا أنا كنت أفضل أن يبقى تقم حكام أجنبي أنا بالنسبة لي إنما أكيد الظروف اللي هي خلت أن يبقى في حكام مصري ممكن يكون الإمكانيات الفلوس مثلا ممكن ماتش زي ده يدي ثقة للحكام المصريين أنه بيحكم طبعا يعني ماتش بين القطبين يعني فدي بتدي ثقة للحكام المصري لأن دي برضو الحكات الصغيرة دي أسلام بتأثر على وضع الحكام في إفريقيا عموما يعني بتأثر عليهم من ناحية يعني أنت جايب حكام أجنبي أنت بصقش في الحكام المصري يعني أين كان طرفين اللقاء يعني فطالما حكام مصري نتمنى أنه هو بس يعني يكون راجل فير وطبعا إن شاء الله هيكون راجل فير بعيد عن الكلام اللي قلنا قبل كده بقى الاحتواء طبعا والكذا والحاجات دي والقصص دي كلها راجل اللي شافه ويحكمه ويكون برضو الأهم من الحكم الأساسي كمان الناس اللي قاعدة في الفار يعني يبقى لازم يبقى الطاقم كامل يساعد طبعا الراجل اللي في الملعب لأن لو الحكام الفار مكنوش على مستوى الحكم اللي في الملعب حتى لو كان هو كويس بتحصل لخبطة في الكميونيكيشن اللي بيحصل بينهم يعني فنتمنى أن الطاقم كله يبقى على مستوى عالي ويطلع اللقاء يعني البر الأمان إن شاء الله ويكون مكسب للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله كابتن كيف طرح هذه المبراملة النحة الفنية؟ شايف زي ما قلت لك أن النادي الأهلي في أحسن حالته اللعيبة معظمهم في أحسن حالتها وفي الطوب فورم زي ما إحنا بنقول انتصارات واخدين بطولة الدوري ما فيش ضغط أن أنت عايزت تجيب بس نقطة أو اثنين عشان تعدي أنت نازل خلاص البطولة انتهت زي ما قلت لك أنت بتلعب مباراة إن شاء الله للتاريخ بتستمتع بالكورة كل واحد بيدي اللي عنده بيستمتع بالكورة وأهم حاجة في الدنيا أنك لما تيجي تنزل المباراة أنك تحاول أنك تستمتع تستمتع طبعا مش على حسب التكتيك اللي أنت أو الحاجات المطلوبة منك في الملعب أو المهام اللي أنت واخدها من المدير الفني بس أنت تحاول تستمتع الضغط العصبي والعصبية هي اللي بتعمل مشاكل بتخرجك عن التركيز بتاعك بتخليك أن أنت ما تلتزمش بواجباتك بتخليك أنك تسرح إنما طول ما أنت مستمتع بتبقى مركز وبتلعب وبالعكس أنت بتجود يعني إذا قلت لك أن الضغط هيبقى على الطرف الثاني هو اللي طالع السندي خالي وفاض من أي حاجة خالص فهو يهمه أنه يبقى منظره كويس قدام طبعا النادي الأهلي وفيه ضغط جامد طبعا على المدير الفني وعلى اللعيبة أعتقد أن الكلام ده كله لازم النادي الأهلي بهدوء الأعصاب يستغل الموضوع ده لصالحه يعني المواجهة ما بين كولر ووزاريو الراجل الحقيقة يعني كان في بداياته ووزاريو طبعا في بداياته مع نادزة مالك يعني أول مواجهة بينهم آه طبعا ما كانش لسه يعني عارف الفرقة أو حافظ الفرقة أو عايزة يدي تكتيك معين كان بيعمل حاجات طبعا غريبة كنت بنشوفها في الملعب تغييرات غريبة اللعبة مش فأماكنها كده إنما الفترة الأخيرة ابتدى الأداء يتحسن معايا يعني ابتدى الأداء يتحسن الأداء الهجومي الحياة الأداء الهجومي ممكن يبقى على حساب الناحية الدفاعية شويا في بعض الأحيان إنما هو الأداء الهجومي طبعا ناتذى مالك عنده طبعا لعبة كويسة وعلى مستوى كويس وفيه عندهم مهارات عالية شفناهم آخر مباراة طبعا بالنتيجة كبيرة اللي برضو لا تدل عن سير المباراة لأن المقاولين ما كانش موجود الحقيقة مجاش يعني يعني مجاش المباراة اللي فات خالص نادي المقاولين عمري عمري يعني ما شفت نادي المقاولين ومع كابتن شاوئي تحديد ومع كابتن شاوئي لأنهم كانوا بدئين بداية كبيرة جدا جدا وعملين نتائج كويسة أو أداء كويسة أو أهم عندهم مجموعة من الأفرقاء كويسة إنما المطش ده كان فيه حاجة غير طبعية يعني صحيح في مستواهم يعني مش مستواهم ده برضو مش مقياس حقيق نادي الزمالك إنما أنا أعتقد إن المباراة هتبقى مباراة قوية أتمنى بس إنها هتبقى مباراة هادية ما تبقاش عصبية لأن طبعا الأحداث الأخيرة والسوشيال ميديا والأطراف الكتيرة اللي هي بتحاول يعني تسبب مشاكل أو تعمل فتنة بين الناديين والناس الغير مسؤولة اللي بتطلع وتمسك الميكروفونات وتتكلم أو على السوشيال ميديا بتكلموا في حاجات تانية وبتكلموا في الحاجات للأسف حاجات لا طليق يعني نتمنى إن هي ما تنعكس على الجماهير أو على اللعبة في الملعب ويكون مباراة زي ما بقولك مباراة هادية ما لهاش علاقة بأي نقاط لأن النادي الأهلي حسن وناد زمالك مالوش في الموضوع يعني ملاش يعني بالضبط كده يعني هي مش متوقف عليها حاجة فمن هنا المفروض يبقى فيه هدوء ومباراة مطش حلو بني وبين مطش حلو لأن الناس بتستمتع جوه مصر وبرا مصر بتستنى المبارات اللي زادة عشان تستمتع وبتدي برضو حكمه على الكرة المصرية طبعا النادي الأهلي الناس تحكم عليه من خلال صولاته اللي هي الإفريقية والكاس عالم أندية والحاجات دي فإنما دي مباراة في الدور المصري عشان حتى يعني ندي قيمة كويسة قيمة أخلاقية الأول قبل فنية للدور المصري لا إن شاء الله نشوف يعني من الناحية الأخلاقية إن شاء الله سواء أهلي أو زمالك يبقوا يعملوا حاجة تليق باسم كرة القدم المصري خلينا نبقى شوية عن هذه المباراة واخد حضرتك للهبوط محلة جيش أو محلة وأسوار والدخلية يعني أحرص حضرت خلاص آه بزبط فيه اتنين من التلاتة دول الدخلية موقف معقد جدا يعني ولكن أنا بعتبر الدخلية غبط بس أنا 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 هقول لك على حاجة أنا من الفرق اللي بحبها الدخلية آه ماتش اللي فات ماتش اللي إسماعيلي ماتش كويسة وان سايد جيم مع الإسماعيلي صحيح يعني في السويس يعني أنت فهم إزاي بلعب برضو الغلطة مدافع برغم أنه هو بلعب المباراة بتاعته بس بلعب في السويس عامل مباراة كبيرة جدا جدا برغم الغلط اللي من المدافع اللي في بداية المباراة اللي هو يهد أي فرقة هم ضيعوا 3-4 تجوار في آخر 5 دقيقة إنما مع ذلك بعد الهدف مسك المباراة للنهاية وضيع أكتر من فرصة وقت الهدف هم نتكلم هنا فنهاية ولكن الإسماعيلي قيمته كبيرة جدا طبعاً الإسماعيلي طبعاً من الأندية اللي لازم تبقى موجودة على طول نشوفها على طول باستمرار ينافس على الدولي مش يعني واحد مش عايز يعني تاريخ كبير ويعني مستوى طول عمرنا الدرويش طبعاً يعني محفورة في قلوب الناس كلها يعني طبعاً إنما أنا بتكلم على مستوى الفني أنا بتكلم يعني طرف الدخلية عشان هربطه بيه موضوع الهبوط طبعاً علاء عبدالعال مدرب محترم مدرب كويس قوي جنبه التوفيق في مرات كتير جداً كان ممكن يبقى في حتة هادية وحتة مسترياحة يعني فأنا أعتقد إن هو لسه الغات النهاردة هو يكسب المطش الجاي يكسب أسوان يصعد فأنا وانا عندي إحساس بالحتة دي يعني أنا عندي إحساس إن هو هيقدر يكسب من خلال المستوى اللي شفته المباراة اللي فاتت حتى لو كسب أسوان هايبقى ستة وتلاتين لا ولو المحلة كسب برضو حرص الحدود أعتقد محلة حرص الحدود بص هي كلها توقعات وتكهنات بس أنا أتمنى وله المحلة هيبقى كامل الشباب هتولي الجدو لو سمعتوا أنا أتمنى بصراحة يعني أنا عن نفس اللي أتمنى الدخلية لأن أنا أتمنى برضو فرق من الفرق اللي بتلعب كرة حلوة ومعها مدرب كويس إنه يستمر أنا شخصياً أتمنى المحلة وأسوان عشان نوادي شعبية نوادي شعبية يعني طبعاً الاحترام الكبير للدخلية أنا بحب كثير علاقة مع حضرتك في كل الكلام اللي أنت بتقوله من أحل فنية ولكن أسوان فريق محترم وجمهرية كبيرة جداً لكل محافظة أسوان محلة نفس الكلام ما أنا هقول لك حاجة سلامة وفي الجانب التاني أنت بتحزن بقى أن لما يكون أندية شعبية وتوصل للمرحلة اللي هي فيها بك هي وصلت بس يعني لو يعني أنا أصد أنت بتكلم على نادي على نادي بدون جماهير خالص وزي وزي الأندية الشعبية اللي بتلعب على الأل على أرضها بجمهور يعني تشاف جمهور المحلة عامل إزاي وجمهور أسوان هناك في أسوان عامل إزاي يرجع تاني هنا وهنا 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 عبء كبير جداً جداً يعني بصراحة عبء كبير جداً عليهم لو نزلوا درجة تانية السنة الجاية هتبقى بدور المحترفين بالزبط كذلك المحلة طب نحلة كان بادئ كان بادئ الدور الأولاني كويس وماشي كويس طب إنت إيه اللي خلاك التراجع التراجع وبعدين برضو إنت بتبص للإدارة تغيير المدربين الكتير أو خلال الفترة اللي فات دي مش معقولة يا جماعة لو تغيير الإدارة وعندهم إدارة يعني ماشي يعني أنت فاهم إزاي فيه مشاكل مشاكل كتيرة لازم تؤدي للموضوع ده إنما انت عارف أنديت الجيش والشرطة والكلام ده بقى فيه استقرار دايماً في الإدارة يعني بقى فيه دايماً استقرار في الإدارة وماشيين بخطة سابتة وزي ما أقولك ما بيدعموش ومصرفوش بقى مبالغ مين اللي هينزل يا كابتن من الثلاث فرق دول؟ هو أنا الأقرب الداخلية مع مين؟ أسوان ولا محلة؟ أو زي ما حكى عايز الداخلية أسوان محلة اتنين منهم مش اللي تتمنى الموقف شباب أتولي الجدوى لو سمحتو جدوى أنا بقول ممكن أسوان ممكن أسوان لأن المحلة بيلعب حرس الحدود ومطش يعني إنت فاهم إزاي فممكن يبقى فرصته أحسن شوية وأنا بقول إن الداخلية ممكن تعمل مفاجئة مع إن أنا بحب كابتن أيمان الرمادي أول يعني عامل برضو نتائج وعدها والمدربين يعني أنا أعتقد إن لقدر الله لو أسوان هبطت ممكن يبقى لو جود في نادي من الأندية في الدور الممتاز يعني لأنه هو أعتقد بعد البدايات الكويسة اللي كان ماشي بيها قوي ممكن قلة الإمكانيات والظروف اللي احنا كلمنا عليها دي دي اللي عطلته شوية الحقيقة وبرضو ممكن فرطه في لعيبة في الانتقالات في يناير ممكن هي اللي برضو ممكن تكون قصرت فأنا أعتقد إن ممكن يعني يبقى حرص ودخلية مع التحفظ وعددخلية أنا برضو الدخلية حاسس لا حتى لو دخلية كسبت والمحلة كسب لو المحلة كسبت لو المحلة كسب ممكن تتعادل صحيح وارد لأن إنت برضو هم بيلعبوا فريق خلاص هابط وبيلعبوا برضو إيه مفيش ضغوطو ضغوط عليهم فبيلعب برضو فهي الماتشاب دي أصلاها صعبتها في كده يعني إنت بتلعب واحد بيلعب براحته خالص مفيش ضغط عليه وإنت عندك دايس دايس جامد فلا والماتش تنقل من أستاذ الماكس لبرج العرب بجمهور ما بين المحلة وحرس الهدود طبعا حيب الجمهور طبعا المحلة أكيد هي طبعا يبقى عامل كبير هناك إنما هي كرة الخدم أنا دايما بحب أشوف المحلة أحب أشوف أسوان أحب أشوف جمهور المحلة أحب أشوف جمهور أسوان الجمهارية الكبيرة دي اللي موجودة في كل المحافظات مشكلة برضو إسلام المشكلة المشكلة إن أنت برضو هنفضل في القصة دي كل سنة الكرة دلوقتي بقت إمكانيات وتدعيم وصرف صحيح فغير كده يعني هنفضل نتعاطف نتعاطف والناس برضو لازم الناس تيجي يعني لازم فيه تصرف صحيح لازم يجي تصرف عشان كده أنت في بداية الكلام لما كنت بتقول مش عايب الناس تيجي تتعلم من النادي الأهلي طبعا كل واحد على على الاسكيل بتاعه يعني تتعلم من النادي الأهلي هو النادي الأهلي الموارد اللي بتيجي دي منين ما هو فكر فكر ناس وفكر لجنة الشركة بتاعت النادي الأهلي وفكر ناس أعضاء مجلس دراء ورئيس نادي فكر إن يجيب الرعاة دي كلها إن سوشيال ميديا تدي كذا إن يعمل كذا ما هم الناس كده إنما أنت هتستنى كل مرة وأنت أقول أصل الإمكانيات أصلحنا مفيش لازم بقى فيه حاجة لازم بقى فيه رعال بأي آيان كان يعني طيب أخيرا أنا كابتن المنتخب الأولمبي وصعوده إلى كاس الأولمبيات الفين ربعة وعشرين باريس الفين ربعة وعشرين والمستوى المفاجأة اللي ظهر به المستوى المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي الحقيقة بالنسبة لي روجيرو ميكالي لم يكن مفاجأة لم يكن هو المفاجأة لكن طيب كويس أنتوا لحقة تجيبوا لي التاع نحو الداخلية الداخلية عنده يعني من أول الإسماعيلي خلاص طبعا 33 نقطة المحلة وأسوان إزاي 33 إسماعيلي 33 طيب حولوا تزموطوا تمام طبعا المنتخب الحقيقة كمنتخب مشهرف جدا يعني خالف التوقعات لأن الناس كانت بتقول إن المنتخب برضو ما كانش فيه استعداد ولا فيه حاجة إنما الحقيقة الراجل ده واضح إنه هو عنده فكرة قدر يزبط الفرقة برغم إن معظم اللعيبة اللي هو اختارها كان عنده مشكلة إنها مش كلهم بيلعبوا في الفرقة الكبيرة بتاعتهم ودي عقق بتلعب إنت فرق معظمها مختلفين بره خلال السنة اللي جاي بالكامل لو ما عملش مباريات كل يوم يعوض عدم لعب اللعيبة دي في الفرق بتاعتها ولعبها على مستوى الجمهورية موظم ما نلعبش فعلا وبعدين بطولات الجمهورية عندنا برضو يعني مستوات غير ما بتلعب دوري ممتاز مع فريق بتاعك فإنت زي ما أنت بتقول لازم يعمل استعداد كبير أو خلال الفترة اللي جاء لأنه راح بقى لمستوى أعلى مستوى كبير وهو يعني إحنا بكلم على صفة 24 أنت عندك فرصة كويسة إنك تعمل استعداد قوي لأنه هو عنده نوعية كويسة عنده نوعية كويسة من اللعيبة ممكن يجي منها مع التدعيمات طبعا التلات تدعيمات اللي ممكن تحصل يعني للفريق إنما لازم ماتشات كتير ماتشات كتير ماتشات كتير ومع منافسين كبار قوي عشان اللعيبة برضو اللي هي نقصة في المباراة ما ترحش تتخض من المستوات الكبيرة اللي حقابلوها فلازم استعداد قوي جدا جدا نحنا عملنا إنجاز بتوصل للمباراة النهائية وبتخسر اتنين واحد بعد أداء مشرف بعد نقص عددي فأنت عامل فرقة كويسة عامل فرقة كويسة قوي بالإعداد الأكتر بقى وبالاحتكاك الكبير مع خلال فترة اللي جاية دي ممكن تظهر بمظهر كويس يعني أمومنا أتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الأوليمبي خلال الفترة اللي جاية وطبعا شوء الله يوم الخميس للنادي الأهل أنا مشكورك جدا يا كابتن على وجودك معانا شكرا جزيلا طبعا للنادي الأهل المباراة القادمة ومبروك للأهلوية ببطولة الدورة وبالبطولة الخامس ساعة يا رب إن شاء الله هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأساتذة الأستاذ عصام شالتوت والأستاذ عبدالعكيم أبو عالم في ديافة البيت الكبير